اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعدين بيبدأوا ان هم يقولوا هنوري اخوات سافي احنا بنحبهم قد ايه وهم بيتعاملوا مع بعض ازاي فهم بيديقوا جدا من جدر السخرية اللي هم بيسخروها منهم ميلين بيقولها متقلقيش انا هعرف ارد لهم ده كويس وبعدين بيروح يحط لهم حاجة في العصير وبيروح يقدمها لهم وبيقولهم ان ده عصير مراوسي ولازم يجربوه هاريني بتروح تقدم لشيري وبتقولها احنا حطينا في الرحان فبتقول لها حطتي في الرحان يعني يعتبر تقدمات قالت لها ايوة قالت لها يبقى ما قدرش ارفضه بعد كده بتطلع الرمي وبيحاولوا بقى ان هما ينتقموا منهم اللي عملوهم فيهم وبيقولوا ان هما قدموا لهم بالطريقة الججراتية فهم دلوقتي هيقدمه لهم بالطريقة المراثية وزي ما هما قدموا لنا علاقة عمي شانتن وعمتي إيشا اهنا هنقدم لهم علاقتهم برضو عشكة بتروح لقرش وبتوري عقد ميسي هي اشتريته فبيقول لها انت جيبتي بفلوسي طبعا بوزتي البطاقة وخدتي كل اللي فيها لان كنت معكيش فلوس تجيبي حاجة ازاي كده فبتقول له استنى انا حفهمك لان احنا خلاص هنكسب القضية وساي في صفنا فبيقول لها ازاي فبتوري له الصورة بتاعة المجل اللي اشتريته لها ساي انه هو الافضل ام وبتقول له هي اشتريته لي فبيقول لها طيب كويس ايه علاقته بالعقد الماسي اللي انت اشتريته فقالت له ان هي اشتريته علشان خطر تهديه لسافي علشان الماس هو صديق البنات وطبعا هي لما تهدهولها هيبقى كاينها لها عليها دين وهتبقى في صفاة في المحكمة قرش بيبقى منبهر جدا وبيقول لها شطرة وعرفت يتفكري كويس قوي بيبدأ يبان على عائلة رجاط قصور السمالة مطرح اللي شربوه وهم بقى بيفضلوا يقدموا لهم في العروض زي ما هم التانين قدموا عروض بالزبط بتروحوا واحدة وبتسلم على سافي وبيبقى رجاط معايا على عصير وفيبيجي ولد وبيزقه وبيبهد الهدوم سافي وبعدين بتقول له ان هو لازم يساعدها علشان تنظف نفسها بديديله ازاست المية علشان يساعدها فبتقول له اخسل ايدك كمان فبيخسل ايده وبتقول له ساعدني لان انا مش هقدر يعمل كل ده بنفسي فهو بيقول لها انت بتحطي الزينة وبتحطي الحنة وبتستمتع بكل التقوس وبتقولي عليكي ان انت مش عايزة تعملي كل ده فبتقول له انا بعمل كل ده علشان اساعد عيلتي وعيلتك فبتطلب منه ان هو ينظف له هدومها فبيقول له طيب بصي هناك فاول ما بتبص هناك هو بيبصلها وبيقول لها يعني انت يعنيكي طول ما يبصلي انا هعمل كده ازاي وبعدين هو مش بيعرف يعمل دوت وبتيجي واحدة بتشتغل عنده فبيطلب منها ان هي تساعدها وتنظف لها هدومها وبينضي لها على الاوريق فهي بتتدايق وبتقول له انت سيبتني وجايبها علشان خطر تشتغل حتى وإحنا زفافنا بكرة فبيقول لها انا جايبها علشان تشيل عني قلم الرأس وهي بتعمل لها هدومها فبتقول لها ان رجاط مرضوش ان هو يكمل لان البلوزة بتاعتها مفتوحة وان هو مش جاي على الوشاح بس ده جاي كمان على البلوزة ولانه محترم فهو مرضوش يعمل حاجة زي كده العربية بتتعطل بقاشكة وهي رايحة في الطريق وبتقول له انا كده كده متأخرة فانا كده هتأخر اكتر فبتزعق له وبتقول له انا هخلي قرش يطردك وبتنزل وبتطلب عربية اجرة لكي بيقول ان ده كان اداء رائع بالنسبة للعالتين صفقه بشكل حار جدا لانه العرض اللي جاي حيكون لرجاطه سافي فطبعا ما بيرداش يقوم امان بيروح لشان يقنعه وبتيجي كمان رمي وبتقول تحية اهل الفتاة وان البنت هي اللي عادي يكسب رجاط مش بيردى وبيقول انا مش هروح ارقص معيها نفس الرد من سافي برضو بتقول ان هي مش هتروح ترقص معيه فبيقول له رجاط يحصل اللي يحصل انا مش هرقص معيها فبيقول له دي حرب عالمية بين العلتين ولازم نفوص بالحرب دي بالفعل بيوفقوا الاتنين وبيقوموا علشان خاطر يرقصوا بعد اما بيخلصوا الرأس رمي بتروح علشان تشرب مية امان بيروح وراها وبعدين بيقول لها انا عايزك تسمعيني فبتقول له انت فقدت فرستك خلاص وهو بيمسك ايديها الاسورة اللي كان جايبها لها بتقع وبينزلوا يدوروا عليها تحت الترابيزة امان بيقول لها انا مش شخص حقير بالشكل ده قالت له بجد انا مش عارفة ايه هي الحقيقة ومش عارفة ايه اللي ممكن يحصل بالزبط انت عارف يا امان انا مش عارفة صدق ايه بالزبط ومش عارفة اسمع لقلبي ولا العقلي قال لها بجد انا مش عايد رايش من غيرك وبعدين حطي عينك في عيني وبصي وقليلي انك انت مش عايزة تعيش معيه ارجوك ارجعي لحياتي تاني رميه انا فهم كل حاجة وهفهمك كل حاجة وعارف كل حاجة هترجع كويسة ازاي وبعدين بيحس بيهم لكي وبيبص عليهم ويقول لازم افكر فحاجة عملها تبعدهم عن بعض بتوصل على القاعة اشكا ومش بتلاقي اي حد وبعدين بتطلع على فوق وبتخبط في شري علشان خطر توصل لسافي وبعدين بتقول لها المنحطون هما اللي بيبقوا في الاماكن المنخفضة وانتي مقامك هنا تحت فبتقول لها بعدي عن طريقي فبتقول لها مش هبعد لان اتجاه بيتي كده وانا مش هخليك تطلع البيتي انتي واحدة انانية ايه شغلك هنا فبتقول لها بعدي عن طريقة لتلاها مش هبعد بتقول لها انا عارفة ان انتي عايزة تعرفي رجاط هيتجاوز مين بالزبط فانا هقول لك هو هيتجاوز مين ولما تعرفي هتنفجري زي البركان اول ما بتيجي تقول بيحط سكر ايده على بقها علشان ما تقولش حاجة وبيقول لها شيري سكوتي شانتنو بيوصل في الوقت المناسب وبتقول له ان هي جابت هدايا لسافي وعايزة تطلع لها شيري بتقول لها وعي تتجرقي وتيجي في المصعد معي شانتنو بيقول لها تعالي نروح في المصعد التاني وبيطلع ليقول لسافي ان عشقة موجودة فبتقول له موجودة وفي الوقت ده قال لها اه هي قالت ان هي عايزة هنيكي بتخرج سافي وبتقول لها شكلك زي الملاك بالزبط ما دعتينيش لحفلك الرقص فقلت ان انا اجي قالت لها معلش انا اسفك ولي حاجة بتحصل باستعجال فبيبقى الموضوع عائلي شوي قالت لها مفيش مشكلة انا جبتلك حاجة مميزة لاني حاسة ان انا عايزة اكون ضمن ساعتك بتفتح الهدية وطبعا بتلاقيها غالية جدا فبتقول لها مقدرش قبل حاجة زي كده قالت لها انا جبتها لك بكل حب وبعدين احنا مش بنشوف ايمة الهدية احنا بنشوف ايمة اللي بيقدمها فهي بتقول علشان خاطر تعدي الموضوع لازم تمثل وتعمل ان هي قابلت الهدية وتربقى ترجعها لها بعد ما القضية تخلص لان هي عارفة ان دي رشوة مش هدية وبعدين بتقول لها لون حنتك حلوة قوي فبتقول لها مش هتأكليني الحلوة وبعدين اشيكة بتاخد بالها من المجل اللي جابته سايع علشان المفروض لها هي فاول ما بتشوفه وبتلاقي سورة سافي وسايع عليها بتتدايق جدا بتيجي تديها الحلوة لكن هي بتقول لها انا لازم امشي وبعدين بتفهم كل حاجة وبتقول المعلمة الحقيرة دي هي اللي هتتجاوز رجاط يعني سافي ورجاط هتكوزه وبعدين بتقول انا مش هينفعامش من هنا غير لما تأكد وعرف ايه هي الحقيقة بتروح تخبط على شيري وبعدين شيري بتفتح لها البيب وبتقول لها رجاط هيتجاوز مين قالت لها ايه مشكلتك مش هقولك هيتجاوز مين ردت اشكة وقالت لها هيتجاوز سافي مش كده ردت عليها وقالت لها اه هيتجاوز سافي وعرفة وريب جدا ساي هتجيلي هنا هتعيش مع جدها وجدتها اها انت كرمتنا كتير ما كناش عارفين نوري وشنا للعالم لكن انا ههين كرمتك لدرجة انك انت مش هطرع عرفي تووري وشك لحد وهتيجي تعيش مع جدها وجدتها